قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان أن التغييرات التي اقترحت حركة حماس على اقتراح وقف إطلاق النار طفيفة وأن الولايات المتحدة ستعمل مع مصر وقطر لسد الفجوات في هذا الاقتراح وأضاف سوليفان أن العديد من التغييرات المقترحة طفيفة ومتوقعة مشيرا إلى وجود تغييرات أخرى بشكل جوهري عما تم تحديده في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن طرح بايدن لوقف إطلاق النار في غزة